ترجمة نانسي قنقر التعويض عنه بثلث أو أي شيء آخر الآن لاستخدام هذه الطريقة نفرض متغير جديد U U هو ما داخل الجدل X3-2 نشتق الطرفين ونشتق الU-DU والطرف الثاني 3X2-DX دائما تحتاج الDX لوحدها فاقسم على 3X2 سأحتاج الأول والثاني نعوض الآن بالتكامل لأنه اسمه تعويض X2 لا تعوضها أنا فرض ما داخل الجدل هو U والDX ستكون DU على 3X2 لاحظوا لدينا اختصار X2 مع X2 يبقى تكامل بمتغير U فقط فإذا 1 على 3 تكامل U1.5 لأن جدل U هي U1.5 وهذا تكامل قوة نقوم بجمع 1.5 ونقسم على الأس الجديد فيكون U3 على 2 ونقسم على 3 على 2 بعد التبسيط الثلث والثلاثة على 2 في المقام طبعا يجب أن تعكس لأنها 2 على 3 سيكون لدينا 2 على 9 بعدما نضربهم ببعض ونعيد تعريف U U هي X3 زاد 2 والكل 3 على 2 ولا ننسى دائما زاد C لأنه تكامل غير محدود طبعا في هذه التمارين الأربعة الأولى هو أعطاني U لكن في التمارين التي في الأسفل أنا سأقوم بتحديد المتغير U السؤال الثاني أعطاني أيضا اليو اشتاق DU 4X3 ومشتاقة الواحد صفر طبعا DX دائما أريد DX لوحدها فنقسم على 4X3 الأول والأخير سأقوم بتعويضه التكامل هو X3 ما داخل الأقواص أصبح يو السالب 2 على 3 والDX هي DU على 4X3 X3 مع X3 نتخلص مننا المتغير X يبقى تكامل بدلالة U نأخذ المعامل 1 على 4 في الخارج والآن نجمع أس 1 لهذا الأس يكون موجب 1 على 3 على 1 على 3 في النهاية 3 على 4 والU هي X4 زاد 1 والكل أس 3 زاد Z مرة ثالثة في السؤال الثالث هو أيضا أعطاني U لكن هنا سأقوم بفصل هذا الكسر لنوضح الطريقة هو 1 على جذر X وجذر X زاد 2 و3 بداخل أقواص U جذر X زاد 2 نشتق الطرفين U مشتقتها DU جذر X مشتقتها هي 1 على 2 في جذر X احفظ القاعدة وال2 0 في DX فإذن بالضرب التقاطع DX يساوي 2 في جذر X في DU الآن نعوض تكامل 1 على جذر X لا نعوضه أتركه كما هو أن فرضت ما داخل الأقواص ودائما الفرض يكون لداخل الأقواص داخل الجذر لداخل الصين وهكذا U 3 و DX هي 2 جذر X DU حذف جذر X مع جذر X بس مع المقام يبقى 2 خارج التكامل و U 3 هي U 4 على 4 تكاملها أضفنا 1 للس زائد C نبسط الآن الاثنان مع الأربعة يبقى في المقام أربعة والU هي في الحقيقة جذر الثلاث أو عفوا جذر X زائد 2 S 4 والكل زائد C السؤال الرابع طبعا لاحظوا أن مشتقة السين هي كوسين ومشتقة الكوسين هي سين باختلاف الإشارة السالب لا يهمني لكن هنا في هذا السؤال هو حدد لي أن أبدأ بالU تساوي سين فسأقوم بالإكمال كما ذكر U تساوي سين X DU تساوي كوسين X في DX مشتقة السين فإذن DX هي DU على كوسين X الآن الU هي السين ليست الكوسين فلذلك سأستبدل السين X بU فيكون لدينا تكامل U مضرب بكوسين X والDX سأستبدلها بDU على كوسين X بنفس الطريقة البسط مع المقام كوسين مع الكوسين يبقى لدي تكامل U وهو U 2 على 2 زاء C والU كما ذكرنا في البداية هي سين X فيكون سين 2 على 2 زاء C الآن في هذا السؤال لاحظوا ما تحت الجذر لو قمنا باشتقاقه سيعطيني X 3 فسنفرض ما داخل الجذر هو U في U تساوي ليس X 4 فقط لا نضيف لها 3 مشتقتها هي 4 X 3 و 3 فالDX هي DU على 4 X 3 الآن نعوض في التكامل X 3 لوحدها ما داخل الجذر أصبح U والDX هي DU على 4 X 3 بسط هنا X 3 مع X 3 والواحد الأربعة خارج الجذر أو خارج التكامل U نصف هي الجذر تكاملها 3 على 2 والكل على 3 على 2 لأن ضق نصف زائد 1 بسط الكسرين الذي لديك فيكون إذا ضربناهم ببعض هي بالحقيقة 1 على 4 ضرب 2 على 3 أي 1 على 6 في U لكن ما هي U هي X 4 زائد 3 X 3 على 2 زائد C السؤال السؤال السادس أيضا سيكون ما داخل الجذر هو U لأن مشتقطه عدد 10 والعدد 10 أستطيع إخراجه خارج التكامل فلذلك U هي 1 زائد 10 X مشتقطه 10 DX لأن مشتقط 10 X هي 10 DX هي DU على العدد 10 الآن ما داخل الجذر هو U فجذر U DX هي DU على 10 ذكرنا لكم 1 على 10 من معامل خارج التكامل و U X نصف تكاملها U X 3 على 2 والكل على 3 على 2 نضيف 1 لل X فقط الآن نبسط هذا الكسرين 1 على 10 و على 3 على 2 فيكون 1 على 15 بعد عكس الكسر الذي في الأسفل و اليوم نعيد صياغتها هي 1 زائد 10 X والكل السابع يجب أن أفرض الكوسين هي U لأن U تقع داخل الجذر نعم الصين مشتقتها كوسين لكن سيكون لدينا مشكلة في الجذر فلذلك ما داخل الجذر هو U مشتقة الكوسين سالب سين X في DX فإذن DX هي سالب DU على سين X قسمنا على سين X فقط فالآن سين X جذر U لأن الكوسين هي U سالب DU على سين X مثل كل مرة أهذف السين X مع السين X البسط والمقام يبقى لدينا سالب تكامل U السالب نصف عكسنا البسط والمقام إلى الأعلى وعندما نعكس نغير إشعة الأس أضف للسالب نصف واحد يصبح موجب نصف على موجب نصف أي السالب 2 في U لكن U هي كوسين X والكل أس نصف زائد C في السؤال الثامن سنقوم بفرض السين هي U لماذا السين لكي يصبح لدينا U 3 ومن السهل أن أكامل U 3 ليست السين 3 هي U U هي السين فقط DU هي كوسين X في DX مشتقة السين فD X اقسم على كوسين DX هي DU على كوسين X الآن عندما نعوض في التكامل التكامل هو سين 3 أنا فرضت فقط السين هي U فلذلك يكون لدينا U 3 سين 3 U 3 الكوسين لم أفرض بها شيء كما هي كوسين X DX هي DU على كوسين X الآن اختصر COSIN X يبقى تكامل U 3 هو U 4 على 4 و U نقوم بيعادة كتابتها هي سين X فيصبح لدينا سين X 4 على العدد 4 السورة التاسعة واضحة أن مشتقة T3 هي T2 T3 فبدأنا U هي T3 DU 3 T2 DT لا يهم T أو X هي كلها متغيرات فنقوم بعض DT هي DU على 3 T2 التكامل T2 COSIN U لأن T3 هي U في هذه الحالة والDT هي DU على 3 T2 بسط هنا وثلث إلى خارج التكامل ما هو تكامل الكوسين تكامله سين نفس المتغير U الآن نعيد التعويض ما هو U U هي T3 فلذلك سين T3 زاء Z السؤال العاشر دائما مداخل أقواص فرضه U وخصوصا إذا كان لدينا أسس لأن مشتقة الكوسين هي سين باختلاف الإشارة لا يهمني في U كوسين T زاء ثلاث مشتقة الطرفين DU الكوسين هي سين T والثلاثة صفر DT فDT تساوي سالب DU على سين T الآن تكامل سين T لأنني قمت بفرض ما داخل الأقواص والداخل الأقواص هو فقط U U 3 على 4 والDT هي سالب DU على سين T يحذف يحذف هنا بنفس الطريقة السابقة السالب إلى الخارج هذا تكامل قوة أضف 1 ل3 على 4 يصبح 7 على 4 والكل 7 على 4 أي سالب 4 على 7 U كانت كوسين T زاء 3 والكل أس 7 على 4 طبعا زاء سي لا ننسأها وهنا أيضا في السؤال 11 انتبه للأس E X 2 زاد 1 لو قمنا باشتقاق الدالة التي في الأعلى X 2 مشتقتها X 1 هي 2 X 1 لكن الثنان نعوضها الآن في U هي X 2 زاد 1 DU يساوي 2 X زاد 0 طبعا في DX فإذا فقط 2 X فDX هي DU على 2 X الآن X كما هي في التكامل E U أصبح لأن كل الوس هو U والDX هي DU على 2 X احذف X مع X وال 1 هي خارج التكامل وتكامل E U هو E U كما هو انتهى التكامل نعيد تعويض X E X X X X 2 زاد 1 زاد ثابت C السؤال التالي أيضا لاحظ ما داخل الجذر ما داخل الجذر لو قمنا باشتقاقه سيعطيني أيضا ESX سيعطيني الذي في الخارج فلذلك ما داخل الجذر هو U فالU هي ESX زاد 4 اشتق الطرفين ESX فقط وال4 هي صفر ومنه DX تقسم على ESX هي DU على ESX الآن اكتب التكامل ESX أنا لم أفرض ESX ما داخل الجذر هي U والDX هي DU على ESX احذف كل البصط مع المقام و U وهي U اس نصف تكاملها U اس 3 على 2 نضيف 1 للنصف U اس 3 على 2 والكل 3 على 2 زاد C نعيد كتاب U فيكون 2 على 3 والU هي E اس X زاد 4 طبعا عكسنا الكسر الذي في المقام السؤال الثالث عشر الU هي جذر X لكن انا اتحدث عن الجذر التي هي اس لل E طبعا مش ترقة الجذر هي واحد على 2 جذر X ومنه DX يساوي 2 جذر X في DU وعيد انا قمت بفرض الوس ليس المقام الوس فيكون ESU المقام كما هو اتركه الان جذر X DX ستكون 2 جذر X في DU الان نحذف جذر X مع الجذر X يبقى لدينا 2 وتكامل ESU هي ESU أيضا فلذلك فقط 2 ESU أو 2 E أس جذر X زاد C هذا السؤال لدينا كوسين 1 على X و1 على X مشتقتها سالب 1 على X 2 وهي التي موجودة في المقام فلذلك السؤال الرابع 10 U ستكون 1 على X ومنه DU هي سالب 1 على X 2 في DX أنا أريد DX دائما لوحدها DX تساوي سالب X 2 في DU بالضربة التقاطية التكامل الذي لدي هو 1 أو كوسين 1 على X وال1 على X هي U والكل على X 2 و DX هي سالب X 2 في DU لاحظوا أيضا بنفس الطريقة نحذف لدينا سالب في الخارج تكامل كوسين هو موجب لكن مع السالب أصبح سالب U زاد C وال U هي 1 على X فلذلك سالب 1 على X زاد C السؤال التالي الخامس عشر لدينا جذر لن X و X في المقام طبعا ما داخل الجذر في أغلب المساء هو U لكن سأقوم بكتابتها بهذه الطريقة لتوضيح المتغير U هي لن X فقط لن X ليس الجذر كله فقط ما داخل الجذر ومشتقة لن هي 1 على X في DX فلذلك DX هي X مضربة د U الآن نبدأ بالتعويض تكامل 1 على X طبعا أنا فصلت الكسر فقط لتسهيل كتابة جذر U لأن اللين هي U وال DX هي X في U أيضا سنحذف X مع X يبقى تكامل U أو جذر U وتكامله U 3 على 2 و الكل 3 على 2 لأن الجذر U وهي Linn X السؤال السادس عشر tan X و second X 2 مشتاقد tan هي second X 2 فلذلك هذا تكامل سيكون مباشر بخطوة واحدة فقط U ستكون بنفس الطريقة هي tan X فقط tan ليس جذر الثان الآن اشتاقها تكون second X 2 X في DX ومنه DX بعد التقسيم على second X 2 يكون D X والآن نبدأ باستخدام التعويض second X نعوض tan التي فرضناها في البداية أي جذر U أصبحت والDX هي DU على second X 2 X اختصرهم مع بعض البص والمقام جذر U هي U X نصف وتصبح U X 3 على 2 والكل على 3 على 2 زائد C أعد التعويض 2 على 3 والU هي tan X X X 3 2 زائد C لاحظوا أغلب التكاملات هي جذور أو مثل ما سنأخذ بعد قليل L أغلب التكاملات كانت جذور وأيضا هنا L هذا التكامل سأكتبه بهذه الطريقة 1 على جذر U ضرب 1 ضرب U زائد 1 طبعا هنا هو بدل المتغيرات هي متغيرات فقط فلذلك لكي لا نخطئ سنقوم بفرط متغير جديد مثلا M ودائما الملاحظة اختار التعويض للحد الذي به عمليات جمع أي جذر U زائد 1 لأتأخلص من الواحد هذا مشتقطه 1 على 2 جذر U في D لأن الجذر مشتقطه 1 على 2 في الجذر نفسه فDU هي 2 جذر U في DM مثل ما فرضنا متغير جديد فالآن 1 على جذر U ضرب 1 على M أنا فرضت المقام كله M والDU تصبح 2 جذر U في DM جذر U مع جذر U أحذفها فلاحظ هنا عكسنا المتغيرات الاثنان إلى الخارج هذا تكامله لن لن القيمة المطلقة للM والM هي جذر U زاد 1 فاثنان في لن جذر U زاد 1 دائما مثل ما كاتبنا في الأعلى عندما يكون لدينا بسط ومقام والبسط هو مشتقط المقام هذا التكامل لن فلاحظوا البسط هنا هو مشتقط المقام لكن يجب أن أضيف 2 فإذا أضفنا 2 في البسط يجب أن أضيف نصف في الخارج لكي لا تتغير القيمة فالآن الفعل 2V هي مشتقط V أس 2 فهذا هو يساوي أو تكامله نصف لن المقام أي لن V أس 2 زاد 4 السؤال التاسع عشر سنقوم بحله بالتفصيل لدينا هذا الحد الذي يحتوي على جمع وهو لن زاد 1 ومشتقط لن 1 على X فلذلك دائما الحدود التي تحتوي على جمع دائما أو في أغلب الأحيان تكون هي اليو يساوي لن X زاد 1 ومشتقط لن 1 على X مضربة بDX الواحد مشتقطها صفر الDU تصبح X في DU أو DX عفوا هي X في DU فالآن 1 على X كما هي أربعة على ما داخل أقواص هي U أس 2 والDX هي X في DU أحذف الX مع الX والأربعة خارج التكامل فيكون أربعة تكامل U أس سالب 2 لأن أنا عكست البصر المقام هذا تكامل قوة أضف 1 للأس يصبح أس سالب 1 على سالب 1 أي سالب 4 وليون عيد صياغتها هي لن X زاد 1 والكل زاد Z سنكمل بقية التمارين في الجزء الثاني من هذا الدرس أيضا